النهاردة ومن مبارح يعني بس النهاردة المباركة كتيرة البريمير الليج بيعود ولما يعود البريمير الليج لما يعود الدورة الانجليزية الموت بيبقى حلو تحس انك مبسوط كده تحس انك سعيد تحس انك عندك طاقة ايجابية تملى العالم كل اللي بيحبه الكورة يحبه الدورة الانجليزية ولما الدورة الانجليزية بيرجع كلنا بنهدأ ننسى بقى الخناقات والمشاكل ومن عمل ايه ومن ما عملش ايه ومن قال إيه ومن رد على مين ومن كل الحاجات دي ونفرج على كورة كورة وبس فيها كل حاجة ممتعة فيها كل حاجة ممتعة يا رب يا رب يا رب الواحد يعيش لحد ما يلاقي اليوم ده آه احنا بنتحسن وناخد خطوات له قدام بس لسه في حاجات كده على الجنب هنا وعلى الجنب هنا وفوق وتحت تقعد تعمل لك قلق وتعمل لك حوارات وتعمل لك قصص نفسها نفرج على كورة زي ما نفرج كده على الدول الإنجليزي على مين تخاني مع مين ولا مين قل مين ولا مين زعل من مين ولا الهواء بتفرج على كورة تخلص الماتش تنبسد تستطيع الماتش اللي بعده وتفرج عليه تنبسد وهكذا تشجع بقى انت بتحب تشجع منشستر سيتي تحب تشجع ليفر بول تحب تشجع منشستر يونيتد شيلسي تشجع اللي تشجعه بس بتستمتع بالكورة وبس نهار ده بقى كالعادة يعني كالعادة محمد صلاح راجل نازل في ستحادة الدول الإنجليزي وفرقته مش في أفضل حال فولهم النهار ده كان أحسن من ليفر آه ليفر طبعا واخد السيطرة بس فولهم كانت هجماته خطيرة جدا هجماته خطيرة جدا يعمل ايه بقى محمد صلاح يقول لنونز اللي اللعب اللي جاي جديد في ليفر بول خد أسست هاتجول بالكعب انبسط طيب دلوقتي ليفر بول بقى متأخر بهدفين مقابل هدف أجيب لك أنا التعادل بقى أنا اتنين اتنين ما هو في القيتي مش هتخسر وانا موجود أنا اللي هنقزها أنا اللي هسجل أنا اللي هبدع أنا الأسطورة أنا أهم لعب في تاريخ الليفر أنا اللي معايا كل الأرقام الكواسية أنا الاسم اللي بتنادي به الجماهير وتهتف الملك المصري المصري كل يوم فخرين بمحمد صلاح كل يوم شرفنا كل يوم رفع رأسنا كل يوم مفرحنا حاجة كده حلوة بقى الموضوع بتاع محمد صلاح ده أنا فاهم إنه مكرر ومعتاد بس أنا ليه دايما بقرره وبخليه معتاد أو بتصور إني بساعد إنه خليه معتاد عشان ما ننساش الناس بقى يتتعامل مع أهداف محمد صلاح دي معادي يا كريم فيه ما كل يوم بيسجل مع أستستات محمد صلاح ما عادي أرقامك يا سايا ما عادي لا مش عادي أنا مش يعني مش هسيبها لما حلوك تقتلع إنه مش عادي اللي بيحصل كل يوم من محمد صلاح ده مش عادي وما كانتش عادي وغالبا الفترة اللي جاية أو بعد محمد صلاح مش هيبقى عادي الله أعلم بالغيب طبعا بس محمد صلاح حالة استثنائية كل شوية نقعد نتكلم معنا كل جول نقعد نبدح ونغني باسم محمد صلاح ما هو بصراحة بصراحة شديدة يعني هو الحاجة المريحة الحاجة اللي بتبسط وخلاص يتقول لأصل فلان كويس وفلان ويقول لك إيه اللي حاجة ده قال لك فلان كويس إيه اللي حاجة ده قال لك فلان وقا نعم صحيح محمد صلاح كان بيتخذ في الرجلين ساعات في الخنايات والحاجات اللي احنا بنحب نبدعها أو نختراعها دي بس برضو محمد صلاح مصدر سعادة مش عادي أقولي الوحيد ولكن الأبرز في حياتنا في الكورة دلوقتي محمد صلاح أوه طبعا أنت بتشجع النادي الفلان والنادي الفلان بس أبتكلم كلنا نجتمع على محمد صلاح النهاردة ليفر عمل مباراة زي ما قلت لكم ما كانتش فيها جامد جدا واضح أنه بعد مباراة مانشستر سيتي في الدرعة الخيرية نزل قدام فلان ومقال لك المباراة هتبقى سهلة بس طبعا ننز الصفقة الجديدة واضح أنها هتبقى صفقة ربحانة وكسبانة في الليفر عشان في المانيو طبعا نشوت الأول كان مأساة تحس نسي الكورة تحس نسي الكورة تماما تماما تأثر ليفر بول بغياب ساديو ماني أكيد هيتأثر أكيد هيتأثر بس ليش ولان بقى المدرب إنك تصق فيه إنك تبع عارف أنه مدرب كبير زي يوليان كلوب هتبع عارف أنه هيقدر يصحح الأوضاع ويقدر يعود ساديو ماني بسهولة جدا وطول ما فيه محمد صلاح حط البطنك بطيخة صيفي والأمور هتمشي النهاردة أرنلد طبعا كان كارسة تسبب في الهدف الأول بطريقة غريبة جدا والغريب إنه الهدف التاني اللي دخل في الليفر كان بسبب ضرب الجزاء عملها باندايك بحاجة مش من بتوع باندايك يعني باندايك ما يغلطش الغلطة دي بس هو تعايدوا المنافس السنيني دي في البريميال ليج في منتهى القوة اللي فرج على النهاردة على توتن هام لا لا فرقة مش طبيعية اللي فرج النهاردة على تشلسي فرقة جاية اللي فرج مبرح على أرسنل الله بما نشو بقى لسه هيعمل ايه منشستر ستيتي هيعمل ايه منشستر رونيتد وباقي الفرق الكبيرة في الدول الانجليزي المنافس السنيني في الدول الانجليزي ما فيهاش يظهر كله بيرهن على صفوقاته الجديدة كله عنده طموح السنيني المنافسة على البرامير الليجا الأهم الأهم زي ما قلت لكم من شوية احنا كلنا مبسوطين بعودة البرامير الليجا كلنا وزي ما قلت لكم كده في الأول كلنا تحس ان احنا منتشين سعاداء فرحانين عندنا طاقة إيجابية بنتفرج على كورة بنتفرج على كورة هكافضل قرارة كورة حقيقية احنا حقيقي يعني ما كامل الاحترام للجميع احنا يعني عشان مبسوطين بكل بلدنا عشان مبسوطين باللعيبة بتاعت بلدنا في مصر هنا في الدولة المصر بس احنا الفارق الفارق كبير اه بناخد خطوات لقدام اه بينا احسن اه بينا دوري فيه سوء كويس للعبين الأجانب يحبوا يجوا يلعبوا في الدولة المصر اه القيمة التسوقية للدولة المصر اكيد زادت بس لسه محتاجين شغل كتير واول طريق الشغل ده اول طريق الشغل ده ان احنا كلنا شوف بقولك ايه عشان تركز معايا كلنا نركز في الكورة بس كلنا بقى اه بيشتغلوا في الاعلام اتحاد كورة اندية جماهير كلنا نبقى بنركز على الكورة لما نركز على الكورة هنصحح اخطاء الكورة هنصحح المشاكل في الكورة هنقدر كلنا نشتغل على تطوير الكورة لكن لما بنشغل في أمور جانبية وفرعية في الأول والآخر كلنا برضو إلا خسرانين يعني مش هنشوف تطور مش هنشوف لعيبة موهوبة مش هنشوف لعيبة بتحترف زي محمد صلاح مش هنشوف لعيبة أجانب موجودين في الدولة المصري التقال مش هنلاقي ملاعب كويسة مش هنلاقي تصون الكويس مش هنلاقي حاجات كتيرة لو إحنا فضلنا كلنا تاني هو بقول كلنا بدون استثناء شاركنا في أنه نروح لحاجات فرعية حاجات فرعية حلو النهاردة إن إحنا نبدأ بمحمد صلاح بقلنا كتير ما بدأناش بقلنا كتير ما بدأناش البداية الممتعة دي بقلنا كتير أوه في البرنامج هنا طبعا لشت الدوريات الأربية متوقفة أو يعني كان فترة الراحة لحد ما يبدأها جديد فكنا منغمزين في الدور المصري منغمزين في حاجات في الدور المصري آه طبعا في حاجات حلوة حصلة في الدور المصري والزمالك ماشي بشكل كويس المنافسة بين الزمالك والأهلي وبراماتز على الكمة سراع الدولي يعني في حاجات تخلينا مبسوطين آه صحيح من الدول المصري بس برضو غصبا عننا بنروح للحاجات الفراعية غصبا عننا قد نرجعنا تاني ننبسط بالكورة ننبسط بالكورة طبعا في حاجة في حاجة علهمش كده مش قادر أسيبها وأعديها تمام؟ الدول الإنجليزي بدأ الدول الإنجليزي أنا عارف طبعا أنك تقول لي يا عم ما تكردناش والله عارف بس الدول الإنجليزي بدأ إحنا لسه قدامنا شوية على الدولي المصري القديم إن شاء الله الأمور تتحسن إن شاء الله الأمور تتعدل الفترة اللي جاية